اشتركوا في القناة اعرفها موضوع حلقتنا لليوم لما نحكي عن المعرفة لما اقول انا بعرف هذا الشخص يعني عن حق المعرفة يعني انا بوسق بهذا الشخص السقة هي اول شيء اللي بتخليني تربطني او تجمعني مع هيدا الشخص اذا ما في سقة ما في شيء بيجمعني معه اليوم اذا بدنا ناخد الحالة الاقتصادية او مناخد الحالة الامنية او مناخد الحالة السياسية او الحالة الصحية حيال لحداً بد أسأل حيال لحداً منكم خلي حط علامة أو يوصفها بحيالة واصفة بكلمة خليني أقول 99% من العالم رح يقوله سودا هاي الحالة اللي نحن عايشينا حالة سودا مضبوط أختي الحالة السوداة الحقيقية مش لأنه عندنا اقتصاد مهتري وصحة ما بعرف شو هي وسياسة ما بعرف على أضرب وأضرب مش بس هودا الحالة الحقيقية السوداة اللي بحياتها هي لما أكون أنا إنسان بعيد عن يسوع هلأ بده يقوله يعني اللي مع يسوع هو إنسان مرتاح واللي منه مع يسوع يعني أنه ما عنده هالمشاكل واللي منه مع يسوع عنده هالمشاكل خلينا لكل شغلي أول شي شو الفرق بين الإنسان اللي مع يسوع والإنسان اللي منه مع يسوع الإنسان اللي منه مع يسوع هو إنسان ما عنده استقرار ما عنده سلام ما عنده طبقنينة من مشكلة لمشكلة عنده اتكال على ذاته وعطول عنده حالة فراغ بكلمتان إنسان منه مرتاح ومنه إذا بتكون عنده ثقة هيك باللي عم بيعمل يعني غير محمي إنما الإنسان اللي هو مع يسوع منلاقيه ما عنده مشكلة بالمشاكل ما عنده خلينيقول عطلة هملة بكرة بيعرف اللي عم بيعتني فيه مين هو بيعرف أنه اللي عم بيعتني فيه ما رح يتركه بوسط الطريق عنده ثقة فيه مش يعني الإنسان اللي مع يسوع هو إنسان خليني أقل لكم ما بقى عنده مشاكل وما عنده حالة اقتصادية مهترية كل العالم عنده حالة اقتصادية مهترية بس المعنى يسوع المشكلته إذا بتكون هو الرب هو اللي بيحلوه إياها هيدا اللي مع يسوع آخر شي رح يفوت بالمشاكل ورح ينتصر بالمشاكل لأنه الرب هو اللي عم بيحارب به هالمشاكل كرميل هيك منقول حتى لو قيم علي قتال ففي ذلك ثقة تيه ليه لأنه الرب هو اللي عم بيقود هالإتال عني من هوني أختي الفرق كبير من هوني نحنا بدنا نرجع نتشجع ونقول أنه أنا بدي يكون مع يسوع مش لأنه بدي يكون مع يسوع لأنه هيدا أصاص أو دفار بدي من جوا حس دور يسوع بحياتي قد يقلب لي كياني كله سوا اليوم أنا بمشكلة ويمكن يسمح الرب أنه عمره بعدة مشاكل ما بيهمني في مشاكل اقتصادية ما بيهمني في مشاكل سياسية ما بيهمني اللي بيكافيني أن يكون الرب ساكن بقلبي بس يكون السرب ساكن بقلبي كل شي بين حل حتى لو وجهت الموت الموت بالنسبة للأديسين قدام إحنا منخاف وقدام نرتعب من الموت الموت بالنسبة للأديسين هو يخليني مثل ما بيقوله الجثرة الذهبة لا يقطع من محلة محلة يروح يشوف يسوع هوا الأبطال نحنا بدنا نوصل نقل له للرب يعطينا النعمة نطلب من النقمنا مريم تعطينا النعمة لنعرف نتعرف ع حقيقة الموت نحنا ما بقعنا شي اسمه موت بس كون مع يسوع أسبوع الماضي توفق أحد الكهنة لهو أبونا صليبة الإزح من دار الأحمر ليه عم بذكر هالأبونا بالتحديد لو وصلكم مساج هالأبونا ليه حيش خليني أقول المشورات الإنجلية أول ما تطلع فيه تروح تزوره بتشوف فيه الفقر بتشوف فيه الطهارة بتشوف فيه الطواضع أول ما تشوفه للأبونا دغري بيكبك على محبة الرب بده يعطيك محبة الرب بده يعطيك شي من الرب مليان عم بفضي عم بملي حاله ليفضي للعالم ما بيتعب ما بيكن عطول عنده الآخر أول ما توصل لعنده بده يعطيك يضايفك شي عن الرب بالليل بالنهار عطول بحركة دائمة مثل المكوك خليني يقول بدل بده عطول يوصل كلمة الله عطول بده يبشر عطول بده يفيد الآخر مثل ما كان الرب بيفيد الآخر عطول عنده الآخر بحسابه بده يروح لعنده هالأبونا بالزيد علم الطهارة وعلم الحشمة وعيش الطهارة وعيش الحشمة علم الفقر وعيش الفقر علم الطواضع وعيش الطواضع علم الإيمان وعيش الإيمان علم المحبة وعيش المحبة وعده معي علم كيف يصلوا الوردية وحب يصلوا الوردية وكان يصلي كل يوم الوردية وعلمنا احترام الإربان وعلم 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 عطول عنده بده يعلمك شي بده يعطيك شي بتحسه لما انتقل من هالحياة وصل للموت بتحس أنه الموت هو خاف منه راح جعبته مليانة ممتلة راح يتلاقى بالرب كان دال يقوله يوصي تلو الدنيا صلى اختي هيدا الانسان اللي بيكون مع يسوع هيدا اللي عنده معرفي له يسوع هيك بيكون نحنا بدنا نطلب النعمة نوصل لهاللحظة محبيين جعبنا يعني بجعبتنا في بيقولوا سلاح لقلنا في عنا نشين قدمه من محبتنا عنا نشين قدمه لأنه بالنهاية اللي بتنحسب هي المحبة شغلة أخيرة بدنا نكفي بالحلقة الجاية عن المعرفة معرفة الرب خرافي تعرفني شو يعني وشو أنواع المعرفة بالحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر